بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعربوث الرحمة الرحمن الرحيم انظار خطير للمفرطين في جماعة الفجر يسمع الأذان ويستخف ويستهزئ بالأذان يصلي بجوار الفراش وينام ولا ينزل إلى المسجد على الرغم من أنه يسمع حي على الصلاة حي على الفلاة اللي بيعمل كده منافق قلبه في نفاق وعلى خطر كبير ويجازف ويعمل كل هي مقيم هقول لكم أكثر من خمستاشر دليل الأدلة اللي هقول لحضراتكم دوقتي دي لا يختلف عليها اثنان لا يوجد شنين يختلفوا عليها بس قبل ما أقول لكم الأدلة دي وحكتب لكم في العنوان مجرد أن تضغط على العنوان بتاع الفيديو هيتفتح لك الوصف وهتلاقي كل الأدلة وكل الأحاديث بالأسانيد بتاعتها بس قبل ما أتكلم عن الأدلة دي في مقدمة هامة جدا في مقدمة هامة جدا النفاق نوعين النفاق نوعان والكفر نوعان إن في كتير من الناس بتفهم كلامي الغلط في نفاق أكبر يخرج صحبه من الملة تماما زي نفاق المنافقين اللي كانوا عايشين في المدينة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يدهرون الإيمان ويبطنون الكفر دول اسمه نفاق أكبر ودول في الدرك الأسفل في بقى نفاق أصغر إن فاق الأصغر واحد بيكتب واحد بيكزب كتير في كلامه واحد بيوعد ويخلف واحد إذا حد يأمنه أمانة يخونه واحد لما بيخاصم واحد مش بيبعد عنه خلاص ويسيبه لا ده يقزي وفاجر في خصومته فاجر في خصومته كل ده واحد مرائي واحد زي وجهين واحد زي وجهين يقول له ده كلام ويقول له ده كلام كل دول منافقين ده اسمه نفاق أصغر ده من الكبائر ومن أكبر الكبائر لك ما خرقش صاحبه من مل عشان الناس تبقى فاهمة كويس الكفر كمان نوعين الكفر نوعان فيه كفر أكبر اللي هو الإشارة بالله أو للحد فيه كفر أصغر وده نوعه كتير الحالف بغير الله أنت تقول والنبي هاتلي والنبي 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 أو وحيات أولادي وحيات أمي وحيات أبويا عليها الحرام من ديني كل الكلام ده كل ده كفر لكن كفر أصغر الحكم الحكم ما الحالف بغير الله فقد كفر وقد كفر وقد أشرك وأيضا الحكم بغير شرع الله مش عمرنا بيقول أما لما يحكم بما أنزر الله فأولاق يكون الكافرون في الصورة المائدة كفر خارج من الملة أو مش خارج من الملة والله لو هو بيعتقد أن الشرع أو القوانين الوضعية اللي بيحكم بها أفضل من شرع ربنا وأن شرع ربنا ما ينفعش ده يبقى خلوك في كفر أكبر يخرج من الملة تماما إذا كان مضطر بيحكم الشرع لله وهو فهم أن شرع الله أفضل بس بيعمل كده الحظوة أو بيبيع دينه إذا بعرض قليل من الدنيا ده اسم الكفر أصغر ما يخرجه من الملة لكن خليه على خطر كبير عشان الناس تفهم كويس فأبواب الشرك الخفي والشرك ده أو الرياء ده أو النفاق ده أخفى من دبيم النمل وعلى صلى الله عليه وسلم قال اشتقوا الشرك الأصغر فأنه أخفى من دبيم النمل فأنا هتكلم عن النهاردة عن باب مهم جدا من أبواب النفاق الاستهزاء بالأزام وخصوصا صلاة الفاك لأنها أصعب صلاة وهي الصلاة اللي أكثر الناس بتستسقل تصلي في الجامع ويسمع الأزام ويستخف من رحشة ما هو مش عارف ان ده نفاق ونفاق شديد وعليكم الأدلة دلوقتي الدليل الأول طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أول ما يحاسب علينا عبد وقال يوم القيامة الصلاة في إذا صلوا حط صلوا على العمل كله وإذا فسدت فسد العمل كله حدوكم قال الأدلة إن زال الصلاة بقى فاسدة لو إنسان استخفف الأزام مرحشة أول شيء والدول الحديث في صحيح البخاري أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممتوا أن أمروا بالصلاة فتقام ثم أمروا رجلا ليصلي بالناس ثم أمروا بحطب فيحطب ثم أنطلقوا مع رجالهم معهم حزموا من النار فأخالفوا إلى قوام الله يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم تعالوا بقى الحال لهذا الحديث أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر منافق هذه علامة النفاق لو أنت حاس أنت تتقيل ليس قد تروح يبقى إلحق نفسك ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا لو يتكلم منافق أكبر خارج من الملة ده ملوش أصلا سواب ده حتى لو راح مش عيتقابل منه لكن ده بيتكلم اللهم مع الضقم اللي عزب الله بيعانوا النفاق الأصغر لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا يعني اللي هو مش قادر يمشي يحبك الطفل الرضيح حتى يصل إلى المسجد ده بيكلم المريض مش بيكلم الصحيح لو أنت مريض لازم يحبك الطفل الرضيح واللي قد هممت وان أمره بالصلاة فتقام وعاد الرسول عايز أستخلف واحد صلي بالناس ويأخو معاه الجال اللي يكونوا يكونوا شهودا يكونوا شهودا إلى بيوت هؤلاء الناس فيحرق بيوتها وقروسة يبقى بالله عليكم واحد عايز واحد رسول صليم صليم منافق وعايز يسيب صلاة الجماعة بسبب يروح يحرق بيته كاف يكون حاله يا مريض عم نتكلم بيوته بالأدلة خلي بالكم ده الدليل الأول طب ايه اللي منع الرسول صليم بفعل ذلك وبعض الناس يقول لك يا امامة ما عاش هو فكر انه يحرق لكن ما عملش قال لو لا ما في البيوت يا من النساء والزراري لخلفتوا إلى أقوام هن فحرقتوا عليهم بيوتها ويقول لنساء والأطفال اللي مهمش بزنب لو كنت حرقة البيوت دي طبعا رسول صليم ممكن يجزب يباع اللي منعه النساء والأطفال مش أي حاجه تاني الليقول كده لك كان حرق بيوتهم فقط حرق بيوتهم فقط طب اللي عليكم واحدة رسول صليم حرق بيته يباع حاله هيكون هاي هاي هيasons والي يوم المسألة واضحة طب الدليل التاني الدليل التاني اه 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 هو الى دليل أول عقلي ودليل نقلي دليل أقلي لو أحد قال لك تعالى عشان تعمل لي عمل بسيط مدة ربع ساعة اللي هي مدة صلاة الفجر في الجامعة هتيجي وقت الناس بيصلي الفجر هتعمل لي عمل بسيط وحتفع لك مئة ألف جنيه هتروح لو بيش هتروح هتروح أكيد ولو انت قلت لي بيش هروح بانتك كذاب انت حتبقت على باب الجامعة انت بيش هتتم طولي ليه طب ربنا بينادي عليك بحية على الصلاحة فالحوة انت ما بترعش يبقى مش ده شرك لو واحد قال لك تعالى حديك مئة ألف جنيه هتروح طب ربنا بينادي عليك ده دليل أقلي فيه بقى الدليل النقلي رأوا الإمام التبراني بسند صحيح صححه أحمد شاكر ولو أنا رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرماتين في المسجد لأجابوه وإنهم لو دعونا إلى هذه الصلاة في جماعة فلأتونها ولقد هممتوا أن أمر رجل يوصلي بالناس ثم أضرمها عليهم نارا وما يتخلف عنها إلا منافق ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام صريح وواضح وما يتخلف عنها إلا منافق عطورك الحديث ده دليل تاني يعني رأس حسن بيقول لك إيه طبعا لا بقول لكم مئة ألف جنيه لا رأس حسن بيقول لك لو فيه فتة ولحمة وضع وضعي إليها الناس هيجوا يجروا وربنا بيقول حقيقة على الصلاحة للفاحم عجب يروح يبقى النفاق ولا بش نفاق تجري عشان اللحمة ومش عايز تجي عشان الصواب في الآخرة وتوقر الراجل اللحمة دي ما بتوقرش ربنا يعني السائلين ده وقت التقوا الشرخة الأصغر في أنها أخفى من لبيب النملة لحد يقدر اسم عدبة النملة ده الدليل التالي أو دليل التالي الدليل بعد كده شوف بقى الحديث ده قال عليه الصلاة والسلام والحديث في في ابن ماجة وابن داود وحديث صحيح من سمع النداء فلم يمنعه من أن يأتي عذر فلا صلاة لا يعني كده ما صلىش خالص دليل دليل خامس سمع النداء فلم يلبه من غير عذر خلي بالكم لم تقبل منه الصلاة التي صلىها خلي بالكم لم تقبل منه الصلاة التي صلىها قال له رسول الله من العذر قال خوف أو مرض لازم يكون في عذر شديد خلي بالكم الكلمة لا تقبل الكلام مواضح لم تقبل صلاة بش هتقبل يبقى أنت كده صلاة الفارجة مش هتقبل مش هتستخف بالأذان ومتروح مش منعبه مش منعبه في قلبك فين فاق طبعا رب نعبه للصلاة من قلبه في قلبه فين فاق يبقى يبقى شوفوا لحد مسألات منطقة خطورة طيب الدليل بعد كده شوفوا لذلك لذلك ابن القيم وابن تيمية والإمام الأوزاعي والإمام داود الظاهري وابن عقيل والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم قالوا اللي يسمع الأذان ويستخف من روح جوش ومعهدوش عوز وميروحش صلاته باطلة وقالوا لازم اعيدي الصلاة ثاني في ناس غيرهم قالوا صلاته باطلة بس ما يعيش الصلاة طيب دليل السادس أو السابع حديث صحة الإمام الألباني من سمع النداء لصلاة العشاء فلم يأتي فلم يلبه من غير عثر لم تقبل منه الصلاة الله صلى الله دليل الثامن دليل الثامن شوفوا ابن واحد من الصحابة اللي هو ابن عبدالله ابن الزبير كان في سكرته الموت وسمع الأذان قال لهم شلوني ودوني الجامع بموت قالوا أنت معذور قال لهم لا أستطيع أن أسمع الأذان ولا أذهب إلى المسجد صلى رقع مع الإمام ومات صلى رقع مع الإمام ومات دليل بعد كده دليل لو يمكن إنسان عنده نقطة الدم يسمعه وما ينزلش صلي الفجر في الجامع عبدالله بن أم مكتوم ذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله أنا ضرير الحديث في صحيح مسلم في مسلم وفي مسند الإمام أحمد وفي كثير جدا من كتب السنة وحديث صحيح له روايات كثيرة قال يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار شاسع الدار يعني بيت بعيد جدا عمي يا بصري وعمي يا بصري ومعي غلام لا يلائمني أتجدي لخصنا فنصلي في بيتي قال له أتسمع النداء قال له نعم قال لا أجد لك رخصة خلي بالك لا أجد لك رخصة شب تسمع وفي رواية تانية قال رسول الله عمي يا بصري ورق عزمي وكبرت ورق عزمي يعني أنا كبرت في السن وعزمي رقم خليه أتسمع قال له أجب وها تالتة شوف رواية خطيرة جدا قال رسول الله بيني وبين مسجد المدينة شجر وهوام وسباع أتجلي لخصة فنصلي في بيتي قال له أتسمع أنه دا قال نعم قال أجب في حيهلة تعالوا بأنحل لأحديث دي أنا ضرير أعمى ومريض وشاسئة دار بيته بعيد جدا كان بوعده على بوعد خمسة كيلومترات وفي رواية تانية بيني وبين المسجد المدينة الشجر وهوام الهوام اللي هي العقارب والتعابين و سباع السباع اللي هي حوالات مفترسة يبقى بيوحب ينزل كبير مريض أعمى وأعمى ومعهم غلام مش بيريحوا وفي برد قارس تعالفين أرض المدينة من 1400 سنة كتتعملة كتتعملة في أرض وعرة ما فيهاش طين ما فيهاش أسفلت وفيها طين وفي شجر وفي سباح كل دا في كل الأجواء الصعبة دي ويمشي في خمسة كيلو ورحو صلى الله عليه قال له ملكش يخصى ورحو صلى الله عليه أرحم خلق الله وانت ساكن جميعا بالمسجد على بعض أشيل قطع وشها سنزل عايز ربنا يبارك لك في عملكم وإيامة خلي بالك وحن نسألين دلوقتي الرسول صلى الله عليه في الحديث أول ما حاسب عليه العبد وإيام القيامة الصلاة إذا صاله حط صاله على عمله كله وإذا فسد فسد العمله كله بلا عليكم صلاة غير مقبولة أو صلاة فسدة أو صحابة منافقة هتقبل إزاي يبقى العمل كله مبني على صلاة دلي بعد كده شوفوا الحديث ده حديث اللهم الترمزي ثلاثة لعنهم الله ثلاثة خلبي لكم كلمة لعنهم الله ثلاثة لعنهم الله رجل رجل أما قوما وهم له كارهم ومرأة باتت وزوجوها صاخة عليها ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يجب دليل يبقى دليل عاشر أو دليل التاسم سيدنا سعيد المموسيب ده إمام التابعين واحد من كبار من كبار التابعين من أولاد الصحابة قال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشفوا عن ساقن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون قال في تفسير هذه الآية قال كانوا يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح هم أصحاء أقوياء ولا يجيبون طيب دليل بعد كده سؤل عبدالله بن عباس عن رجل صوام قوام لكنه لا أتقل المسجد بيحافظ على الجماعة خالص ما بيجيش جماعة وبيصليش جمعة قال هو في النار إلا ما يطب إلا الله سبحانه وتعالى خلبيكم ده صوام قوام يعني مشو أحد عادي طيب الدليل بعد كده شوفوا سيدنا أبو هريرة إليه سيدنا أبو هريرة قال لقيم تمتلئة أذنه من آدم ورصاصا مذابا خير الله من أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيب يعني يصب في أذنك رصاص مذاب منصهر أفضل من أهول عند الله سبحانه وتعالى بالعذاب مسألة خطيرة جدا الدليل بعد كده سيدنا علي ابن أبي طالب قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قالوا يا أمير المؤمنين ومن هو جار المسجد قال الذي يسمع الأذان ثم قال من سمع الأذان فلم يأت فلم يلبه من غير عظ لم تغاوز صلاته رأسه إلا من أذر ما صلاته إلا تتقبل سيدنا علي ابن أبي طالب ونحن لسه سمعين ده وقت أبو هرايرا بيقول طيب شوفوا الأذي الحديث ده حديث خطير جدا له الإمام أحمد بن حمل في مسندي عن معازم من أنس رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة ولا يجيبه الجفاء والكفر والنفاق خلي بالكم الجفاء والكفر والنفاق الدليل بعد كده رؤوا الإمام التبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن أن يسمع المؤذن يثوب في الصلاة ولا يجيبه بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة تعرفين الشقاء معنى إيه؟ معنى النار مش ربنا بيقول فمنهم شقي فمنهم شقي وسعيد أهل الشقاء وهم أهل النار وأهل السعادة هم أهل الجنة فبحسب المؤمن من الشقاء والخيبة يعني بحسب يأدك فكر ودخلق النار تسمع الأزام وتنزلش عايزين إيه أديل أكثر من كده ده مشكلة ده بعد كل ده أنت ضايع منك النور العظيم اللي أنت حتمش بها على الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث بشر المشائين في الظلم اللي هي العشاء والفجر بالنور التام وفي رواية بالنور العظيم يوم القيامة والصلاة ويطلع منها قنابل أكبر من القنابل النووية لأن حجمها كبير جدا تأتي جهنم ويوم القيامة لها سبعون ألف زمام يشد أو يجر كل زمام سبعون ألف ملك بامانة شحمتين أذنيه كما بين المشرق والمغرب لأن حجم الملك الواحد أكبر من حجم كل الأرضية كلها جهنم سيجي بجرها يوم القيامة أربعة مليار وتسعمية مليون ملك حجم السراط وهو أدقم الشعر وأحد من السيف قال العلماء طوله مسيرة خمستاشر ألف سنة لن ينفعك لنور في وقت الفجر اللي سيخليك تعدي كالبرق أو قلم حيب بصر ضيعت السراط الفجر ويضيع تمنىك النور العظيم سيتمش يتترنح والناس على السراط على سراصة أصناف ناجن مرسل أو مارن مخدوش أو هاون في نار الجهنم ناجن مرسل يحافظ على الفجر كل يوم معه نور عظيم حيمر كالبرق أو كلم حيب بصر مارن مخدوش ضيعت النور العظيم فمش عارف يمشي على السراط حيمشي يترنح يمشي خطوة يقع خطوة فيحرق ويلسع في كل أنحاء الجسد وإما أن يصل متأخنا إلى الجهنم ويكون في الدرجات السفلة أو يقع في الجهنم وده الاحتمال الأكبر يعوذ بالله فدي بعض فأنا أكتبت لكم كل الكلام ده في الوصر يالي تنسخوا هذا الكلام ودنشروه ونشر هذا العمي في ثبب عظيم يالي تقول لكم أحد يتق الله لأنك حتم دم أشد الندم وانت على السراط لأنه لا ما تلاقي لأنه نفسك وش عارف تمشي وضعت منك النور العظيم ده ده غير الكلام اللي احنا قلناها غير أن انت بتجازف عمل كله فأنا أكتب لكم الكلام ده انشر هذا الكلام ونشر هذا العمي في ثبب عظيم وما العلم علمات فالله أجلنا وعمل بها من القيامة السلام عليكم